في عين الصراع الأمريكي الإيراني يقع العراق حيث نقطة ارتكاز الشرق الأوسط كما يصفه كثيرون بوابة النفوذ الإيراني الذي امتد عقب الاحتلال وحجر الزاوية للقوات الأمريكية كلما تصاعدت نبرة التهديد بين واشنطن وطهران وجدت لها صدى على أرض العراق آخرها من الجانب الأمريكي قتل سليماني والمهندس قابلته ميليشيات إيران بقصف شبه متواصل على القواعد الأمريكية وقرب سفارتها في المنطقة الخضراء غير أن الحوار الاستراتيجي الذي انطلق في الحادي عشر من الشهر الجاري توقع له الكثيرون مخرجات واضحة أولها مصير القوات الأمريكية ومحاسبة المسؤولين على الهجمات وجوانب اقتصادية أخرى بحسب مسؤول حكومي تحدث لصحيفة The National توقيت الحوار بعد استنام الكاظمي فسر عدة علامات استفهام منها ما ذكره معحدة شاثام هاوس البريطاني للشؤون الدولية الذي أكد أن واشنطن هي التي أشارت إلى إجراء الحوار بعد المشكلات التي واجهتها مع حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في 2018 المعهد قال إن الولايات المتحدة طالبت بمحاسبة مكتب رئيس الوزراء على الهجمات إذ أن كبار المسؤولين في واشنطن ألقوا اللوم على حكومة عبد المهدي لقربها من الميليشيات لذا كان الحوار مع حكومة الكاظمي بمثابة تجديد للمعلومات بشأن العلاقات الأمريكية العراقية لكن المخرجات الغامضة للحوار جعلته مفرغا من محتوى على الرغم من الأهمية التي يمثلها العراق كمفتاح للاستراتيجية الأمريكية لاحتواء توسع نظام الإيراني الحالي بحسب معهد واشنطن للدراسات تصريحات الكاظمي وتقربه من ميليشي الحشد بالإضافة لاستمرار الهجمات بدت لكثير من المراقبين دليلا على فشل الحوار بحسب الملفات العالقة فإيران لا زالت تفرض هيمنتها على النظام السياسي في العراق بالإضافة لاستمرار وكلائها المتمثلين بالميليشيات بشن هجمات على القوات الأمريكية ما يؤكد الصورة النمطية لعراق ما بعد الاحتلال حالة لا دولة وفوضى مقننة